اختتم رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي جولته بمدينة العاشر من رمضان بتفقد وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين يتضمن المشروع تنفيذ 68 عمارة سكنية تشمل 1632 وحدة سكنية موزعة على ثلاثة مواقع كما يشمل المشروع تنفيذ مجموعة من الانشاءات الخدمية بالإضافة إلى منطقات أسواق ودور عبادة ويتم تنفيذ مشروع آخر يتمثل في الإسكان الأخضر بالمرحلة الخامسة في منطقة الخدمات الأقليمية يشمل تنفيذ 44 عمارة وذلك في إطار مشروعات الإسكان بالعاشر من رمضان